موسيقى السلام عليكم اخوة الطلبات اخوة الطلبة اليوم ان شاء الله سنذهب على مصادر القاعدة القانونية قبل ان نبدأه لكن انت مازال لم تتفرجك في الفيديو متعلق بخصائص القاعدة القانونية ستصل تفرج فيه ستجد فيه الكثير من المعلومات سوف نحاول تفرج كذلك في الفيديو المتعلق بالعلاقات الدولية سنذهب على المصادر القاعدة القانونية أو مصادر القانون طبعا القانون يكون لديه ضروري اما هذا المصدر يكون شريع او الشريع الاسلامية او العرف او مبادئ القانون الطبيعي والعدالة ونبدأ بالشريع شريع او في بعض الدول يسميه النظام تعريفه هو اسم السلطة الشريعية اللي هي البرلمان في دولة لقواعد قانونية مكتوبة حسب احكام واجراءات يسمح به الدستور يعني واضحة ان البرلمان يسلينا قواعد ونطبقهم هذا هو المصدر الاول التشريع هذا الشريع عنده بعض المميزات وعنده بعض العيوب نظر على المميزات اللي اول حاجة هو وسيلة سهلة لتنظام العلاقات وخاصة المستجدة يعني عندما كان شي مستجد ممكن ان البرلمان يتجمع ويصيب لنا واحد القانون مثلا مني كانت واحد الظاهرة تشغيل العمال والعملات المنزليين القاصرين اللي قبل من 12 عام وكانت الظاهرة شائعة بزاف فالبرلمان تجمع وشرع لنا القانون 19-12 المتعلق بتشغيل العمال والعملات المنزليين وكذلك قانون التجارة البشر هذه الميزة اللي اولا انه كيكون سهل وكيواكب مستجدات مش بحل العرف اللي كيكون قديم وحنا قنجو نهضر عليه ثاني حاجة انه تشريع كيكون مكتوب وهذا اللي يخليه كيتميز بالدقة والوضوح والاستقرار المعاملات خلافا العرف العرف كيكون غير مكتوب يعني شنا هو العرف هو شي حاجة اللي شائعة بين الناس وتعودوا عليها واحد المدة طويلة من الزمن والفرق بين العرف والعادة والعنصر والإلزام نهضروا عليه ان شاء الله اذا قلنا العرف كيكون غير مكتوب عكس الشريع هو كيكون مكتوب ثالث ميزة من مميزة دي الشريع انه توحد لنا القواعد والنيظام في الدولة يعني مش شبح الاعراف كتكون منطقة مثلا دكالة عندهم واحد الاعراف معينة الجهة البني ملان عندهم واحد الاعراف معينة طلعتين الشمال كتلقى عندهم عادات واعراف ديالهم اللي هفطي الجانوب كتلقى عندهم اعراف ديالهم يعني ميمكنش انه نستندوا على العرف بوحده باش نخلقوا واحد القاعدة قانونية لكش يعليش ان القانون ان الشريع كيكون موحد على صعيد الدولة كيتخرجوا السلطة الشريعية وكيتطبق على الدولة كاملة ولكن عنده هاد شريع بعض العيوب اول حاجة انه كيكون جامل اي انه صعيب اننا نعدلوه لنلغيوه مثلا بحال ظاهرة الالتزامات والعقود فمن 1912 وهو كين مثلا مدونة الاسرة من 2003 وهي ما تعدلات يعني كان بزاف ذي القوانين ظاهرة للتنظيم القضائي اللي كان من 1974 يعني كان بزاف ذي القوانين اللي صعيب انها التعدال ولا انها تغير يعني كتخرجوا كثوقات هذي هي من عيوب ذي التشريع الثاني عيب هو انه كين واحد الاشكال مني كين قتابس واحد تشريع من دول اخرى فكي ادي الامر لارباك وعدم التطابق مع الارضية الشيماعية مثلا مني المغرين مثلا كي قتابس شي قوانين من فرنسا حرفيا فكي يكون واحد عدم التطابق مع الارضية الشيماعية الثالث عيب من عيوب تشريع القصور على الاحاطق بجمع الوجود الشيماعية لذلك يبقى العرف هو الذي يسعي في القانون رابعا القانون المستعجل يظهر قصوره وفساد احكامه سريعا كيفاش القانون المستعجلي يعني مني مني البرلمان مثلا تمرر واحد القانون بسرعة لدواعي معينة فالقانون اللي متى ياخدش وقته في الدراسة والمناقشة في مجلس النواف ومزلش المستشارين وكيخرج بسرعة فكي يكون فيه بزاف دل القصور وكيخلق بزاف دل المشاكل الانواع دلتشريع كان ثلاثة دل انواع دلتشريع التشريع الاساسي اللي هو الدستور وهذا كتصيبوا لجنة اساسية مثلا ستقرعوا عليه في مادة القانون الدستوري اكثر وكينتشريع العادي اللي هو كنهضروا عليه الدابع او القانون او النظام اي اللي كيشرعوا البرلمان وكينتشريع اللائحي او النصص التنظيمية او اللوائح التنظيمية يعني بحل المراسيم لكي سدر الوزراء يعني قلنا ثلاثة الانواع لكيني الدستور او الشريع الاساسي هو القواعد القانونية لتحديد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات العامة واختصاصاتها وتحديد حقوق وواجبات الافراد تجاه السلطة العامة ثانيا الشريع العادي او القانون هو مجموع القواعد القانونية المكتوبة التي تسنها السلطة الشريعية حسب اختصاصها والاجراءات المنصوص عليها في الدستور هذا الشريع العادي يأما تسن السلطة الشريعية برلمان كاصل او السلطة التنفيذية اللي هي الحكومة في بعض الحالات اللي غادي نقراهم من بعد في حالة السيتنائية دابا سالينا مع الشريع باعتبار المصدر الاول من مصادر القاعدة القانونية غندوزو دابا الشريع الاسلامية الشريع الاسلامية هي عبارة عن مصادر دينية دينية الاحكام التي يحيها الله سبحانه وتعالى لرسوله تتضمن واجب الانسان نحو ربه وواجبه نحو نفسه وواجبه نحو مجتمعه والشريع الاسلامية كذلك لها مصادرها اللي هي القرآن والسنة كمصادر اصلية ومصادر اخرى ستدروسونها ان شاء الله في المدخل لدراسة شريعة ذلك الشيء اللي كان نقول لكم بان المواد للقانون هي مواد مرتبطة بعضية واحد للرشيبات الكبير فالشريعة وعلم السياسة ومدخل دراسة القانون وحتى الاقتصاد ما تهمل التمادة كلهم مواد مهمة تكملوا بعضها ده بنجيوا للمصدر الثالث من مصادر القاعدة القانونية اللي هو العرف اللي هو قواعد غير مكتوبة يعني العرف كيتميز بأنه غير مكتوب لسلوك اجتماعي تواتر الناس على اتباعه مع الاعتقاد بضرورة التزام به يعني العرف اول حاجة هو ان واحد القاعدة معينة واحد العادة معينة الناس تواتروا على اتباع دياله واعتقدوا بضرورة الزام دياله يعني ممكن نخالفها والعرف عنده جزء اركان الركن المادي هو سلوك معين اعتاده الناس مثلا تقديم هذه العروسين هذا سلوك معين اعتاده الناس بيع المنتجات الصراعية بالمزاد هذا هو امثلة الركن المعنوي الزام يتباع هذه العادة والشعور بانها واجب وضرورة احترامها والالزام يتأتي مع تكرار ممارسة سلوك معينة مع مواله اللقط اذا هذا ما يتعلق بالعرف المصدر من مصادر الغير اساسية مبادئ القانون الطبيعي او الفطري وقواعد العادلة اشنا هو هادشي هي مبادئ مثالية في الحق والخير والانصاف وهي مصدر رسمي القاعدة القانونية ولكن تعتمد من المستجدات والقضايا التي ليس فيها نص الساق وهي متعادل وكنع وكي أغ طرح تعتمد من المشاكل تعتمد من المشروع تعتمد من المشروع تعتمد من المشروع هذه القضية جاءتني صعيبة ولا القضية ما عنداش حل لأنه يكون قضايا غريبة بعض الحالات أمام القضاء ولا يجب دائما على القضاء أن يحكموا فيها نتمنى أن الفيديو يكون خفيف ضريف وإن شاء الله ستكون أجزاء أخرى اللي سنحاولون نضحو فيها بزاعة الأمور الخاصة بمادة المدخل لدراسة القانون شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة